اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون brothers and sisters in Islam our talk, our khutbah, our sermon today إن شاء الله about the trial the trial, the test of Allah سبحانه وتعالى why we are tested by Allah سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى said in سورة العنكبول ولقد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين this after this from Allah سبحانه وتعالى آيات إنذ قرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوفي والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمران وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى day and night testing son of Adam in everything at work, at home, at street test after test to know, to see who is taking, making sabr, patient الشداد والابتلاءات سنن من سنن الله سبحانه وتعالى الله created us for the test وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ we are going to test you by the good and bad and you are going back to us سبحانه وتعالى to Allah سبحانه وتعالى test in fear in fear by الخوف and hunger loss of property life fruit what we have to say what we have to say Allah showed us in the Quran كريم الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا those who are get مُصِيبًا trial test by Allah they are going to say we are belong to Allah and we are going back to Allah إِنَّا لِلَّهِ we are belongs to Allah our life, our wives, our children everything belongs to Allah سبحانه وتعالى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ we are going back to Allah منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تُؤَلَّهِ سبحانه وتعالى أَمَا حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ آيات عند القرآن الكريم أَمَا حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَى نَصْرُ اللَّهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمٌ Do you think that we are going to get al-jannah easy without this? Look to Rasul sallallahu alayhi wa sallam مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ بِصَحَابَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَالْعَشَرَ الْمُبَشَّرِينَ See what has happened to those. Test after test. Even Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Even Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Even his wife Aisha Even his wife Aisha Even Abu Bakr wa Umar Even all of them Allah tried them Test them To see al-sabirin Another ayah أَمَحَاسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Do you think to get al-jannah Until Allah see who strive in the sake of Allah And who was patient Patient after patient after patient يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا The last ayah Al-Imran 200 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Oh you who believe اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اسبروا وصابروا Patient Even after patient وَرَابِطوا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ You will get al-jannah إن شاء الله رَبْتُ بَعْلَمُ صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله More than 1400 of Greece He used to say عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ I wonder for the mu'min The believer You Everything is good for you وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ It's not for anyone except you المؤْمِنون إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءً شَكَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ If something good for him what he has to say الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله فَكَانَ خَيْرًا لِهُ It's good for him وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءً سَبْر If something bad hit him or came to him what he has to do he has to meet سَبْر patient فَكَانَ خَيْرًا لَهُ It's also good والإيمان Brother and sister the iman the whole iman نصفهُهُ سَبْرًا وَنصفهُهُ شُكْرًا even the iman half is patient and the other half is shukr شُكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى Look to the NBA we have in the Quran we are reading day and night twenty-five prophet and messengers are mentioned in the Quran but Allah sent many many and many prophet and messengers other than those Allah test these all these prophet and messengers and there are five of them passed from the exam what they call them أُلِلْعَزْم فَاسْبِرْ it is for محمد صلى الله عليه وسلم يَا محمد صلى الله عليه وسلم اسْبِرْ be patient فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُلِلْعَزْمِ مِنَ الرُّسُفْ be patient like أُلِلْعَزْمِ مِنَ الرُّسُفْ who are those the five out of all prophet and messenger Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى selected five prophet and messenger who passed exam there are many exam and exam trials after trial tribulation after tribulation five of them were صَابِر صَابِرِين and Allah mentioned them نُوح وَإِبْرَهِيم وَمُوسَى وَعِيثَ نُوح عليه السلام وَإِبْرَهِيم وَمُوسَى وَعِيثَ وَنَبِيُّكُمْ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَيَاتُهُمْ كُلَّهَا مَمْلُؤَةٌ بِالْمَصَاعِبِ all their life trials after trial look to Yusuf son of Yaqub Yusuf his brother they put him in the will then the people then the people the caravan وَشَرَوْهُ دَرَاهِيمَ مَعْدُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ the caravan when they get him شَرَوْهُ mean they bought him دَرَاهِمَ by coins the value of the prophet coins test after test Allah knows how many days and night he was in the will then they took him to Egypt they sold him by coins he was like a slave servant in the house of Al-Aziz then something happened they put him in the jail years but what was the end Allah subhanahu wa ta'ala selected him to become عزيز مصر the high level in Egypt Yusuf اصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ صَبْر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا اصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ you need Allah to be with you brother and sister be from الصَّابِرِينَ الصَّابِرُ وَالصَّلَاةِ even الصَّابِرُ before الصَّلَاةِ اسْبِرُوا اسْبِرُوا صَبْر يَعْقُوب يَعْقُوب نَبِيُّ اللَّهِ يَعْقُوب the father of Yusuf what has happened when he lost his son Yusuf then his son بن جَمِير وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمُ بِيَدَّتْ عَيْنَاهُ from crying day and night he become blind beyond that everything white he become blind what has happened Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى by the mercy of Allah he retained back to him both sons Yusuf وَبِنْ جَمِير وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا they prostrate to Yusuf in surah to Yusuf there is a surah in the Quran Allah mentioned the surah he named that surah أَحْسَنَ الْأَصَسِ the best story in the Quran Yusuf عليه السلام see Yunus نبي الله Yunus all of us know the story when he get fed up from his people he went to the seashore in the boat وَالْتَقَمَاهُ الْحُوتِ swallowed by the whale it's a big fish ظُلُمَات بعضها فوق بعض darkness after darkness the stomach of the whale middle of the ocean what has happened قال he said لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتِ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتِ what has happened Allah Allah revealed to the whale to throw him to see sure Yunus ابن مَتَّ see what has happened Allah Al-Qadr إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ أَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِي وَالنُونَ Allah is Al-Qadr he is testing us our life all tests brothers and sisters that's Yunus and this is sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdullah he said this is dua and hadith and Quran if anyone has any problem any problem we have to say لَا إِلَهَ إِلَّا أَنت سُبْحَانَك إِنِّي كُنتُ مُنَ الظَّالَمِينَ it is said surat al-Anbiya لَا إِلَهَ إِلَّا أَنت دُعَاء Nabiullah Yunus لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنتُ مُنَ الظَّالَمِينَ what about Musa Musa alayhi wa sallam see what has happened to Musa when he killed accidentally a man in Egypt and he ran away and he was working as a shipper in Shuaib ten years Ra'i Ghanam shipper and he offered him to marry one of his daughters then Allah subhanahu wa ta'ala selected him and become a prophet everybody knows surat Taha surat so many by the way Musa alayhi salam he is the only one prophet mentioned many many and many times in the Qur'an كَادَ الْقُرْآنُ أَيَّنْزِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَيْلِ the people of Israel because full of Bani Israel and Musa Musa trials after they tried to kill him and 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 Allah subhanahu wa ta'ala selected him and even Fir'aun let me kill Musa but Allah Allah subhanahu wa ta'ala protected him even Fir'aun when he followed him when he was close to the sea surrounding by Fir'aun and his people they almost going to kill him what he what did he say إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ I have my Rabb he will guide me what has happened Allah asked him Musa hit the sea by a stick if it is not in the Qur'an we are not believing in that stick like this to hit the sea فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ it's open it become like a highway who did that? Allah Allah رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقَادِرِ put your trust in Allah put your trust in Allah تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ if something happen we are as a Muslim brothers and sisters everywhere Jammu, Kashmir, India Africa, Palestine Iraq, Syria everywhere killing every day test after test what we have to say we cannot do more than du'a حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Ibrahim alayhi s-salam when An-Namrood tried to get rid of him they put him in the fire 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 Allah saved him through the fire Ya Ibrahim what is the best days ever in your life he said when I was in the fire when I was in the fire can you imagine the best time for him when he was in the fire miracle of Allah Allah subhanahu wa ta'ala he asked the fire he ordered the fire وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمِ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمِ he ordered the fire to be peace peace and cool in Ibrahim Jibreel came to him Ya Ibrahim do you like do you need anything he should from you no Allah knows my situation but he added حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ your prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn abdillah see what has happened to him his father passed away when he was in the stomach of his mom then his mom passed away when he was a baby his wife Khadija his uncle they threw him by a stone sallallahu alayhi wa sallam when he was in Al-Ta'if the blood come from everywhere Jibreel and Malik al-Jibar they came to Muhammad talking to him Allah order us to tell you if you would if you would we can smash the people between Al-Akhshabayn Al-Akhshabayn two mountains big mountains in Mecca we can smash them what did Muhammad say Allah subhanahu wa ta'ala named him وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِلْعَالَمِينَ ins a jinn everything he is a rahmah Muhammad ibn abdillah قال لَعَلَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ صَلُّوا عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ صَلُوا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ he is the rahma he is the rahma and it has happened it happened Abu Sufyan 20 years fighting Muhammad he tried to kill him then he become a good sahaba فَرَجُ اللَّهِ الفَرَج إن شاء الله رَبِّ الْعَلَمِينَ the victory will come to the muslimin إن شاء الله حياتنا all our life full of trials brothers and sisters لن الله سبحانه وتعالى تُقْهِمْ الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجِ مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ جِبْرِيل كَيْنَ سُبْحَانَ الَّذِي قُرْآن أَسْرَى بِعَبِدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهِ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إنه هو السميع البصير he called Muhammad عَابِدُ اللَّهِ he didn't say Muhammad or Rasul عَابِدُ اللَّهِ all of us عَبِيدُ اللَّهِ we are slave to Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين وادعوه يستجب لكم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي قولي لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يحيي ويميد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذ به وسراجا منيرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الموت والحياة The life of all abtilia الله سبحانه وتعالى said in first ayat سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل The purpose of life and death ابتلاء ليبلوكم أيكم Which one of you doing good أيكم أحسن عمل ما بعد الجوع إلا الشبع وما بعد الضمى إلا الرأي become poor سبحان الله suddenly become rich weak become strong the strong become weak some country too strong suddenly become gone بيد الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى surely with the difficulty is ease with the difficulty always is ease دع المقادير تجري دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم افتح لهم فتحا مبين اهدهم صراطا مستقيم سرهم نصرا عزيزا وأتم عليهم نعمتك اللهم فرج هم المهمومين واقد الدين عن المدينين نفس كرب المكروبين واقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين فك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في أحفادنا وبارك لنا في إخواننا المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مظلوما ولا محروما ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد عبدك رسول تسليما كثيرا 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 إن الله يمر بالعدل والإحسان وإتاءه ذي القربة وإن عن الفحشاء والمنكر والبغي أعذركم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم شكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنت أخي أكم الصلاة